السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبيبا عاملين ايه? اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو النهاردة جديد. ان شاء الله بازن الله وتحدي. طبعا انا تحديت نفسي في فكرة كده هعملها عندي في البيت. فانا قلت اعملها واشارككم فيها يعني. ان شاء الله بازن الله هتعجبكم. يلا بنا بقى نروح نشوف الفكرة. والتحدي بتاعنا. اول حاجة طبعا زي ما احنا شايفين كده. اه ان شاء الله بازن الله هجدد شوية حاجات عندي كده في البيت. انا اشتريت الترابيزة دي جديدة. اه وقلت ادينها. اه بدل ما اديها للصناعي. اه تحديت نفسي وقلت اعملها انا. فاهمني. اه فروحت للموان بتاع البويات والموان وكده. قلت له انا عندي خشب ابيض. اه المفوض ان انا بالدهن ازاي? او دهنو ازاي? او كده طبعا انا ما عنديش خلفية. انا تخصص زمانت وفاهمين اه في الستير. فانا قلت اتحدى نفسي اه في موضوع الديهانات دي. وانا انا اعمل حاجة باقدية حاجة ايه? افرع بها شوية يعني وكده ببقى سعيدة ما بعمل حاجة باقدية. تمام? اه فروحت بقى بتاع البويات. فقلت له انا عايزة ايه? اه بطانة للخشم. اه او دهان للخشب. فهو قال لي اول حاجة هتاخديها البطانة او المعجون. تمام? يعني انت اول ما تروح للموين تقول له مثلا انا عايزة لو حد حبيب يعمل الفكرة. هتقول له ايه? انا هادن خشب. عايزة بطانة او معجون. تمام? فهو اديني البطانة دي. وقال لي تدينيها مرة وبعدين تنشب بعد كده. وبعد كده تدينيها ايه? كمان مرة. واداني الرولة الصغيرة دي. وايه وفرشة. فانا لقيت الرولة اه استخدمها حلوة في الاماكن اللي ايه? اه اللي هي المسطحة زي دي كده او اللي مش هتعكمي. في ايه? في فرد المعجون او البطانة. تمام? الفرشة المعجون هستخدمها في الايه? في المكان اللي مش هينفع ان انا استخدم فيه الرولة. تمام كده? آآ فيارب الفيديو يعجبكوا واكمل الترابيز على خير. عشان انا تحددهم هنا. وعشان ما حدش يشمد فيها. وما تبص بمعنى قصة. تمام? آآ ان شاء الله بازني الله الفيديو يعجبكوا. وان شاء الله اللي ما اشتركش عندي في القناة ياريتي اشترك. ويفعل زر الجرس ويدوس على كلمة الكل. علشان آآ يصل لي اشعار آآ بكل ايه? جدي. طبعا انا خلصتها كده. تمام? آآ اديتها وش اهود. فانا بعيدة عليها تاني. علشان ايه? لون الخشب ما يبنش. وبعد كده بقى ايه? الحاجات اللي هي ايه? الصنفرة نضيها بالصنفرة كده. آآ كنت نسيت الناحية التانية. سواني بقى كده نجيبها بالمرة بالفرشة كده. اللي هي الاماكن اللي جوة. مش هتنفع تيجي بالرولة. فايه? لازم نستخدم لها الايه? الفرشة. تمام كده? آآ ان شاء الله بازني الله زي ما بقول لكم كده ايه? بعد مرحلة البطانة او المعجون ده. هتتعمل بايه? بالصنفرة. علشان ايه? تبقى نعمة. تمام? وان شاء الله بازني الله في المفاجأة تانية. هد هنا قدامكم. آآ حاجة عندي هعيد تدويرها. آآ حبيت ان هي حاجة قديمة عندي فانا قلت هعيد تدويرها. طبعا انا بعيد تدوير في لقمجة. فانا قلت اعيد تدوير ايه? في الاسس عندي بقى كمان واستغلها. وبدل ما هي ايه? ماركونة. القوضة عندي كده كده اصلا اه ديقة. فانا قلت الحاجة دي هتنفع فيها. فبشاركوا الرأي معي. زي ما احنا شايفين كده قوض. آآ هديها وش كمان. من فوق علشان الايه? ايه فيه حاجة فيها ما تبانش. نجي بقى للمفاجئة الجميلة. اللي هو الحديد. آآ السرير الحديد. السرير ده كان عندي قديم. تمام? كان بتاع جدي الله يرحمه. فانا وديته للحدات. عملي فيه الشكل ده اخترت من الشكل وعمله. وخليته عملي كمان ايه? اللي ستند الحديد ده زي نزام ستند كده. هنرش اول حاجة في آآ برايمر عشان الحديد ما يصديش. طبعا بتاع الدهانات اللي قال لي الفكرة دي. حمود ابني قواد بيساعدني. آآ جبنا احنا عندنا كده كده اصلا بتاع الشغل بتاعنا. وجبنا طومنا وايه? ويرشنوها. عملنا طبعا البرايمر وبعد كده ادينا لون بطانة برضو زي ما انتم شايفين. آآ بلون تمام? لانا انا هدهنه مش هدهنه ابيض. تمام كده? آآ ده لون البطانة. تعالوا بقى نشوف اللون التاني. اهو. اللي هي الدرجة التانية. او الوش التاني بمعنى قصى. هاجي من هنا كده من عند زمان عم بشاور كده. آآ الاماكن دي ممكن تعملها بلون تاني فددها بيا على حسب ايه? زوءك. تمام? فانا حبيتها ان هي تكون سادة اشيك. لاستندي معانا زي ما انتم شايفين هو تدينا له برضو لون. هندله بقى كمان درجة. اللون التاني. تمام? اهو كده خلاص خلصنا. حطينا الاسترير في القوضة. والطابلو والميراية دي برضو جبناها. لسه هنعمل لها الازاز. لسه اندي شكله جميل جدا برضو. حبيته حاجة بسيطة كده ايه وظننا. آآ هستخدمها طبعا الحديدة اللي في النص دي عاملها زي نزوم شمعة. ودي هتبقى قرفف. وبكده ده الشكل النهائي اهوة للسرير. آآ طلع جميل قوي. واستغلناه بدل ما كان مركون. آآ ويا رب كده الفيديو يعجبكم. آآ ودي طبعا كمان الترابيزة. آآ عملتها اللون بتاحها قفية. منتظرون الفيديو جديد. آآ ان شاء الله بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.